العقيدة هذه اللفظة المقصود بها ما يعقد الإنسان قلبه عليها والعقد هو الربط من شر النفاثات في العقد العقد هي الربط والقلب لا بد أن يعتقد وأن يربط على اعتقاد صحيح أو على اعتقاد باطل سواء كانت عقيدة صحيحة أو عقيدة باطلة وكلمة العقيدة ليست محدثة كما يدعيها بعض المتأخرين اليوم بأنهم يقولون لفظ العقيدة محدثة وقد رد على ذلك العلماء والله سبحانه وتعالى قد ذكرها في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية صلى الله عليه وسلم أما في القرآن قوله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله من لغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بما عقدتم الأيمان واعتقدتم وجزمتم في قلوبكم فهذا من العقد وأما في السنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة إلا دخل الجنة إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمر ولزوم الجماعة رواه الدالمي بإسناد حسن فلفظ العقيدة هو لفظ صحيح هو لفظ صحيح